الموضوع بكيفكم؟ العطر ضارة بترن أنا رحت متحمس أشتريه ولكن للأمانة ما شريته هذا عطر خلا عندي رفيجة عشان أختبره ومشكور ما قصر أخونا محمد رح أسوي له منشن تحت يزاهر الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أتكلم عن ثلاث عطور من زارة المميز فيهم أن ينكتب أسماء العطور من قدام على كل العطور ويكون تركيزهم هذا أول شيء ثاني شيء رح أبتدي بعطر الكل متحمس يسمع عنه أو سمعته عنه وايد وكثير ناس قالوا أنه يشبه عطر من لويبتون للأمانة أنا صار لفترة قاعدة أمطرهم يجيبون التعباء هنا عندنا ثلاثة أفرع حق لويبتون في قطر بس لحين ولا واحد فيهم عنده التعباء فرح نمطر عموماً اللي يفتقده هذا العطر هو الشعور اللي يعطيك يا عطر عطر يمجنيشن عطر يمجنيشن يوم ترشه يعطيك شعور جميل صراحة هنا ما لقيته والعطر هذا ياخذ خط شوي جاي سويت من استخدام أزهار البرتقال والمندرين فياخذ شوي خط شوي ميل سويتي أكثر وزهري وقاعدة العطر شوي تكون أقرب حق عطر بس تشوفها تقريباً يعتبر كفلانكة رحس أن العطر مختلف عن بصراحة شميت عطور قبل أقرب حق عطر عندكم طبعاً زينو أنا شوف أنه زينو من أثينا أقرب حق إماجينيشن ولكنه أغلى هذا بخمسة وتسعين دولار أما عطر الخطية هذي من شركة كطرية هذا بعد أقرب حق إماجينيشن حتى من عطر زارة فعطر زارة شوي يحس أنه بعيد ما أقول أن العطر سيئ العطر جميل بس ما أقدر أقول أنه بديل 100% حق عطر إماجينيشن وحتى هذي لك مش بديلين 100% لكن هذي لك أقرب حق ريحة إماجينيشن من هذا العطر فمش عارف يمكنه انتشر وتكلب عنه وويد ناس لأنه يعني موجود في كل مكان لكن صراحة أنا شوف أنه ماخذ شوي خط مختلف يعتبر فلانكر ما هو ريبليكا أو كلون حق إماجينيشن لأنه شوي في بعض الاختلافات العطر اللي بعده ساند ديزرت أت سنسيت ساند ديزرت أت سنسيت سوى نفس العطار اللي سوى عطر إنجل شير فهنا التقارب أكثر فعليا نفس العطار مكونات يمكن شوي مختلفة هني مركزين على الكونياك وريحة البوزية مع تداخل شوي جاي من الدرسين وتكون ريحة العطر صراحة جميلة جدا ولح تقلبات في أثناء استعمالك أما عطر ساند ديزرت أت سنسيت شوي تحس إنه العطر ما أخذ الخطل السويتي أكثر من استخدام الورد وكذلك استخدام التونكبين فالعطر هني ياخد طابع سويتي أكثر ما فيه مش مذكور اللمسة البوزية اللي مذكورة في إنجل شير وكذلك مش واضحة وايد لكن يعني إذا شميت العطر رح تحس بتقارب أكثر من أخوه اللي قبل شوي حق العطر اللي هو المفروض إنه يكون كلون له طيب لكن صراحة أداء تعبان حتى اللي قبلة يعني يعتبرون من العطور اللي أداها تعبان عطورات زارة لكن الصدمة في العطر الأخير العطر الأخير يا جماعة الخير جميل Imperial Purple Imperial Purple أول ما ترشي رح تشم ريحة أزهار السوسن كطريقة جميلة صراحة العطر كأنه ميكس أو تمازج بين Valentino Uomo Intense و Dior Om Intense مرات تشم ريحة قاعدية مريمه شوفقتي كل العطر اللي في الهواء انزل تحس مرات إنك تشم ريحة ديور Uomo Intense ومرات تحس إنك قاعد تشم ريحة Valentino Uomo Intense فبصراحة العطر جميل 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 يستهل وبرضو أقول يعني بشكل عام العطرات صحيح تركيزهم وكلام تسويقي ومدرشينه لكن صراحة أداءهم متوسط أو أقل حتى من المتوسط هذا الشي اللي لازم تعرفونا منهم الثلاثة اللي أشوف اللي فعلا يستاهل هو هذا Imperial Purple جربوا صراحة يستاهل هذا لبعد حق اللي يابون بدائل أرخص شوي قريبة حق العطور اللي يحبونها لكن كعطر أنت تستخدمه وتستمتع فيه حتى نشوف هذا الأفضل وبس والله أصف علي طالع شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله